بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بنكمل معاكم دورة الاب انفينتور وقطعنا شغطي منيح في الأدوات الأساسية من مجموعة اليوزر انترفيس اللي هي المجموعة الأساسية تقريبا في تطبيقات الاب انفينتور واليوم رح نأخذ أداء حلوة جدا وبسيطة وانتوا بسرعة رح تستوعبوها لأنها شبيهة بأداة ثانية واستعملناها وفاهمينها وهي أداة باسوير تيكست بوكس طبعا احنا يا جماعة سابقا أخذنا واستعملنا وفي الدرس الماضي برضو حكينا عن أداة التيكست بوكس وبتوقع انه جميعنا فاهمينها وهذا اسمها باسوير تيكست بوكس الآن لاحظوا معاي كيف رح يكون شكلهن في التطبيق الطبيعي يعني كيف بيشوفوا المستخدم في الاميوليتر ولو جينا على التيكست بوكس حذفنا الهنت اللي موجودة فيها لاحظوا معاي كمستخدم عادي أنا ما رح أستطيع أفرق بين هذول الأدتين وهن فعليا هذول الأدتين بنسبة 95-97% متشابهات حتى في الخصائص بأكثر من 95% متشابهات يعني هاي باسوير تيكست بوكس شوفوا خصائصها وشوفوا التيكست بوكس تقريبا نفس الخصائص وعلى فكرة نفس المهمة نفس الاستعمال اللهم انه التيكست بوكس بيظهر لي النص اللي أنا بدخله لاحظين الباسوير تيكست بوكس ما بيظهر النص اللي أنا دخلته يعني نص مخصص علشان أدخل أو أداة مخصصة علشان أدخل أنا نصوص مخفية أما باقي الأمور باقي الاستعمالات اللبنات يا جماعي نشوفوا مثلا هنا اللبنات اللي موجودة في الباسوير تيكست بوكس واللبنات اللي موجودة في التيكست بوكس نقدر نقول تقريبا بنسبة برضو 95% متشابهات اللهم ما ملاحظين هاي اللبيني مثلا هنا بدالها باسوير تيكست بوكس هنا مثلا تيكست بوكس باقي اللبنات بما إنو الأدوات متشابهة معناتو باقي اللبنات حكيتلكم بنسبة 95% بس لبنات الكول مختلفة باقي اللبنات تقريبا متشابهات طيب بما إنو فهمنا فكرة الفروق بينهن خلينا نيجي نسوي لنا مثال صغير وإن شاء الله ما بنطولش على الباسوير تيكست بوكس هاي موجود عندي أنا جبت من عندهن أداة الباسوير تيكست بوكس وخليني أجي على خصائصها الباكي جراوند كالر لون الخلفيه بالعادي بيضلوا أبيض يعني أو بيضلوا اللون الدفولت تبع الواجهة أو المتصفح فونت بولت فونت إتاليك هاي الأمور اتجاوزناها زمان الهاي الويد هاي لما تسوي التطبيق اللي إلكم الهينت مثلا الهينت عارفين إيش هو التلميح اللي بيظهر هون ولما أنا أبلش أدخل قيمي بيختفي يعني مثلا لو جبنا هون الهينت انتر باسويرد مثلا شوفوا كيف لما أنا أفتح التطبيق تظهر هذه الجملة ومجرد ما أبلش أدخل قيم خلص بتختفي يعني زي جملة إرشادية وانتو عارفين شو معنا الهينت وهاي مشتركة أصلا مع التكست بوكس والتكست اللي هو النص الظهر على الأداة هالأداة ما بدي أظهر عليها أياتها نص وهنا التكست اللايمنت يعني أبلش أكتب بلش من الشمال ولا من النص من اليمين والتكست كالر اتجاوزناها زمان هدول الأمور طيب لو بدي مثلا أنا تطبيق معين إنه موجود عندي هنا الزر بوتون لما أنا أضغط على هذا البوتون إذا كان الباسويرد صحيح يعمل لي إشي معين يفتح لي مثلا شاشة جديدة يشغل لي البلوتوث مثلا يعني ملاحظين معي هون ملاحظة عند البوتون لما أجي أحكي وين بوتون أي حدث من الأحداث طبعا أي حدث من الأحداث موجود هنا دو يعني في النهاية لما تنفذ الأمر التالي لما تضغط على الزر افعل التالي شو يعني أفعل التالي يعني إسرح بخيالك ضيف إيش ما بدك هون والله إذا بدك مثلا ابعت رسالة لفلان بيبعت له بدك مثلا شغل الضو بيشغله اللهم اكتب أكواد صحيحة بدك يسكر التطبيق بيسكر بدك مثلا يفتح صفحة جديدة بيفتح صفحة جديدة خلينا مثلا معطناش مثال على الـ screens ناو أعطيكم مثال موسع على الـ screens بس بما إنه جبنا سيرتها بإنه من عندهون add screen شاشة جديدة وخليها screen 2 وانتبهوا هذا البرنامج sensitive case طب ليش أنا حكيت هاي الكلمة إنه ملاحظين هو أنا الـ S capital مش small فمعناته أنا لما بدي أربط الشاشتين في بعض لازم أتذكر إنه هاي S capital مش small وباجي بعمله أوكي هاي add screen هاي صار عندي two screens screen 2 و screen 1 الآن أنا بدي لما أضغط على هذا الزر مبدئيا يفتح لي screen 2 كيف إحنا برمجة تشغيل screen 2 إذا متذكرينها حكيناها في أحد الدروس من مجموعة control بعدين من التحكم يعني موجود عندنا هون close application close screen وموجود open another screen open another screen يعني افتح لي شاشة جديدة طيب أنا موجود عندي هون سن يعني بحكي يعطيني الـ screen طب أنا كيف بدي أعطي اسم الـ screen لأ مهو هذا البرنامج ما بجيب الكيش ليستة بأسماء الـ screen لأ بيجيبوا كلك عندي text تعال وتفضل جيب نص أو عدة نصوص للـ screen اللي بدك تفتحها واكتب اسم الـ screen علشان هيك حكيت لكم تذكر النص لإنك داك تكتبوا نصا وحرفا يعني أنا مثلا بدي أكتبوا small letter هاي screen screen 1 وشوفوا كيف مش رح يرضى يفتح هاي مثلا كبسنا هون بكل ما فيش اشي اسمه فيش سكرين اسمها screen 1 طب لو جينا هذي الـ S اللي هون وحولناها لـ capital بس من small لـ capital وكبسنا هون هيفتح لي رح يفتح لي الان على الـ screen 2 عفواً screen 1 أنا كابس هذي لازم نخليها 2 رح يفتح المباشره على الـ screen 2 وهي شغل وهي كاتب لي هون screen 2 تماما جماعة طب بدي أضيف على screen 2 مثلا آآآآآ زر في هذا الزر يرجع على screen 1 نفس الاشيو منيجي عند بلوكس ونوتون ون دوت كليك وبعدين open another screen هاي open another screen ومنيجي من عنده هون عند البطبيع ومنختار الكوتيشنز تبعة النص ونيجي منيحكي له Screen Screen1 طيب هاي المرحلة الأولى خلصناها طيب أنا ما بديش يفتح Screen2 إلا إذا دخل ال Password صح إلا إذا دخل ال Password صح المستخدم دخل ال Password المستخدم دخل ال Password معناته منيجي عندي ال Password والمستخدم لما يدخل ال Password هو فعليا يدخل نص معناته أنا بدي نص إن كتب على هذه الأداء اللي اسمها Password فمعناته بدون سن اعطيني مش مع سن بجيب لبني أخضر فاتح بدون سن وإيش بدي أنا بدي تكست يعني قيمة يدخلها المستخدم طيب ممتاز لعنده هنا الآن إذا كانت القيمة هاي خليها لا تحتم مرجع لها إذا كانت قيمة الب Password اللي دخلها المستخدم صحيحة معناته افتح لي Open Another Screen طيب هي يعني مش الأصل إنها تكون في باس ويرد مخزن سابقا علشان أقارن بينها وهونا رح يجي دور ال ال database الثاني database من عند storage وهونا بنجيب الثاني database اللي هي database صغيري بتخزن فيها قيم طبعا ممكن أنت تربطها بdatabase غارجي سواء كانت online أو offline رح أفصلكم هذا الحكي لأنه كثير من الشباب بطلبوني في التعليقات أفصل هذا الحكي رح أفصله إن شاء الله بس بدي الأمور الأساسية بعد إذنكم الآن وأنا أخزنها مبدئيا بما إنه ما موصلناش لعندهون ولما نوصل عندهون رح أفصلكم إياها تفصيل ممل إن شاء الله تمام بما إنه مفصلناش لعندهون طب أنا بدي قيمة باس ويرد مخزني أو أخزن أنا قيمة باس ويرد فباجي عندي ال variables وباجي بقول له سلكني بمكان في الذاكرة طيب رح تيجي تسألني بما إنه موجود عندي أنا هنا إش اسمه ال variables وال variables ممكن مثلا أجعل list هنا وأجعل كله make list وخزن في قيم كديش بدك وممكن أكثر من متغير طب إحنا شو بدنا في التين ال data base لا يا محترم أنا بس ما حلكيش بهذا السؤال يا صديقي ال variable المتغير بخزن قيمة مؤقتة في الذاكرة كيف طفيت البرنامج راحت القيمة ال data base بخزن قيمة دائمة كيف طفيت وشغلت القيمة بتظلها مخزنة بس أنا الآن ضفت لكم متغير متغير يعني إحجز لي مساحة مؤقتة يعني إحجز لي دور لمدة ساعة أو لمدة كديش أنا فاتح التطبيق بعدين بروح لغيرة مكان في الرام تمام؟ فأنتوا فهمين معنى ال variables وإذا مش فهمين حطوله في التعليقات بفصلكم عن فكرة ال variables بس أنتوا أكيد فهمين شو معنى variables مكان في الذاكرة المؤقتة تمام؟ فبما إنك قاعدين متدرب ومش ماخدين التين ال data base خلينا مؤقتا نخزن مكان في الذاكرة المؤقتة في هذا الدرس في الدروس الجاي إن شاء الله راح أرجيكم كيف بنخزن في التين ال data base أو في أي قاعدة بينها طيب هاي عنا ذاكرة مؤقتة وبيدي الذاكرة المؤقتة مثلا ممكن أنا في الذاكرة المؤقتة أجي يكون عندي مثلا هنا كمان باسوير تيكست بوكس وأدخل في قيمي مثلا أخزنها أو مثلا أضيف هنا زر معين أكتب حفظ كلمة المرور الجديدة وبعدين أجي هنا على أنتوا من أنكم فاهمين الفكرة ما بلزمش أنا أسوي لكم تطبيق متكامل أنا مش كعب أسوي تطبيقات يا جماعة أنا قاعد بس بشرح لكم أداة وتطبيق على الماشي وأنتوا أسرحوا بخيلكم سوي إيش ما بدكم تطبيقات فممكن مثلا أجي من عند هنا وأجي أحكيله تيكست بوكس 2 أو باسويرد تيكست بوكس 2.txt جيبي القيمة اللي دخلها المستخدم في هذا التكست بوكس 2 اللي هو الباسويرد الجديد وخزن ليه هون مباشرة أو عن طريق الget و الست ما فيش مشكلة يعني ممكن هيك أو عن طريق الget و الست فيمنا الفكرة جماعة يعني ابكا ديناميكي الآن أنا عرفت متغير ومبدئيا لأنه مدرد عرفت أسمي المتغير إيش أسمي يا جماعة المتغير الاسم اللي بدك يا إسرح في خيالك فيش إيش يسمه محدد خلاص بسميه إكس ما فيش مشكلة تمام طيب شنوع المتغير ممكن رقمي وممكن نص الآن رقمي أنا باجي بلزمه إنه الباسويرد يكون بس أرقام بينما جماعة إذا كان من نوع نص هيك يعني من نوع نص هيك معناته متغير نص يعني خزن فيه نصوص متغير نص بيخزن فيه نصوص و أرقام طيب في الرقم بيخزن أرقام بالنص ليش بيخزن أرقام آه عادي بيخزن أرقام بس بتعامل معها كنصوص كرموز تمام ما بتعاملش معها يعني كاركترز ما بتعامل معها كأرقام تفقد صفتها الرقمي وتتحول لرموز وما بهمش أنا بديش أجري عملية حسابي على الباسويرد اللي إلي علشان والله أقول فقد صفة الرقم هذا الرقم وتحول لرمز أنا بالمهم إنه يصير تطابق وصلى الله وبارك تمام يا جماعة إذن أنا في بدي أخزن مثلا باسويرد مبدئي واحد اثنين ثلاثة أربعة تمام وبدي لما أضغط على الزر إذا كانت القيمة اللي مدخلة إذا كانت إذا كانت يعني F F من عند كنترول إذا كانت طب إمبارح أو في الدرس الماضي استخدمنا هذه الـ F واليوم استخدمنا هذه الـ F شو الفرق بينهن ولا إيش الفرق بينهن؟ اللهم إنه هاي إلها ذنبي بيجي بتركب نحظين بتركب هون وهذا الـ F بتركب في داخل الأحداث ملاحظين الفرق بس هني نفس الإشي يعني علشان يركبين ليجو وبدو يركب هذه هي القصة تمام؟ F إذا كانت القيمة اللي دخلها المستخدم تساوي طيب نستخدم التساوي اللي موجودة هون ولا اليساوي الموجود هون شوفوا إذا كانت القيم أرقام فقط ممكن نستخدم اللي هون وممكن نستخدم اللي هون بس إذا كانت القيم منطقية أو نصوص لا بدنا نستخدم اللي هون تمام يا جماعة؟ لازم نستخدم اللي هون وأنا هون في الباسويرد حطت الموضوع مفتوح أرقام أو نصوص معناته من يجي من استخدم اللوجيك ومن يجي من كله إذا كانت القيمة اللي دخلها المستخدم في نص الباسويرد تساوي القيمة الافتراضية اللي أنا دخلتها طبعاً أنا حكيت لكم افتراضياً دخلت هذا الرقم وهذا الأمر مش منطقي وإذا بدكم الأمر منطقي عادي ضيف تكست بوكس ثاني وبعدين اعمل من عنده هون ستو كت وظل غير مثل ما بس إحنا مش هنفهم الفكرة إذا كانت القيمة اللي دخلها المستخدم تساوي القيمة الباسويرد اللي أنا حاطتها في داخل المتغير طيب القيمة اللي دخل المتغير طبعاً أنا كي بدأ عرف أو البنان كي بدأ عرف القيمة اللي داخل المتغير بين كل المتغير يعطيني القيمة المخزنة عندك عشان أقارنها يعطيني يعني get تمام؟ هاي أخذنا القيمة إذا كانت القيمة المخزنة في داخل المتغير صحيحة open another screen طيب وإذا مش صحيحة طبعاً رح تيجي تقولولي بنضيف else if بس أنا حكيت لكم وإذا مش صحيحة هذا الشرط الثاني آه بس الأخير بما إنه الشرط الأخير بنضيفش else if بنضيف else هون صار الشرط المعاكس تمام؟ أو قيمة أخرى يعني أي قيمة أخرى غير القيمة اللي مخزنة هون ايش بدي أعمل ايش بدي أعمل ممكن يا جماعة أكتب له على label أدخلت قيمة خاطئة وممكن على screen 1 شايفين هاي الجملة screen 1 اللي هون طب هايدي عبارة خليني يجي على screen ونيجي هون عند screen فيه هون خاصية اسمها title الآن حكيت لكم الخصائص ممكن أغيرها من هون تمام؟ يعني مثلا ممكن أخليها من عند هون عدة نجوم عادي ما فيش مشكلة وملاحظين الآن رح تتغير هون وممكن أغيرها من خلال ال-set فبدنا نغير هذا القيم من خلال ال-set ومنيجي من عند screen 1 ومنيجي من عند ال-set set screen 1 طب شو بدي أغير لها screen 1؟ بدي أغير لـ screen 1 الخاصية title اللي هي عبارة عن هون أربع نجوم طيب ايش بدي أخليها؟ بدي أخليها مثلا error password mistake password اللي بديك يا يعني الفكرة بعدها طبعا شفتوا أنا ضغطت double click شو عمل زي كأنه سكرها يعني ملاحظين هون double click زي كأنه إذا بتشتل أكواد برمجي بيصغر حجمها بس يعني بيخفي الكود بين كسين هاي هي كل القصة إذا سألتوا إيش اللي صار وممكن من خلال الزر اليمين ومن خلال disable أو collapse block تمام؟ يعني هاي الشغل أنا بحبهاش بسوهاش بس يعني يعرفوه أنتوا بجزء لزمكم طيب win screen 1 dot title أو set screen 1 خلي العنوان تبع screen 1 مثلا error هاي error تمام؟ طيب خلينا نجرب البسويرد 1 2 3 4 إذا مثلا جينا حكينا هنا 1 2 3 4 5 ومنيجي text for button يعني اللي هي دخلي على الصفحة الجاي بيعمل مقارنة ملاحظين كتب لي هنا error تمام؟ طيب لو جينا مثلا 1 2 3 4 شو بيعمل لي؟ مباشرة بتخلي على screen 2 هذا الزر ما غيرناش في الخاصية text انتوا غيروها رجع لي على الصفحة السابقة طيب يلا خلينا نصرح بفكرنا شوية ونيجي نحكي انه بدنا زر يغير لي البسويرد تمام؟ طبعا في كثير طرق ممكن تفتح صفحة ثانية ممكن 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 خلينا مثلا انا اضيف هنا button وهذا البتون بدي يغير لي البسويرد تمام؟ الان البتون بيظهر لي هذه مش هيك الوضع الطبيعي بيظهر لي خانتين في هذه الخانة بكتب البسويرد القديم وبعدين هون بكتب البسويرد الجديد تمام؟ بدي لما اضغط على هذا الزر يظهرن هذول الثنتين بيكونين مخفية تمام؟ يظهرن هذول الخانتين واذا بتكون ويختفين هذول الخانتين ما فيش شي مشكلة تعالوا تنسويها هذول الخانتين ايش اسمهن؟ بسويرد بسويرد خلينا برضو نضلنا عشان ما ننساش معلوماتنا السابقة لما اضغط على البوتون 2 بدي البسويرد بسويرد 2 وبسويرد 1 6 بسويرد 2 وبسويرد 3 طيب 6.s بدي الظهور فمعناته 6.visable هاي الvisable وهاي 6.visable وانا بكون بالاصل بالاصل يا من هون عامل هن اخفاء للثنتين او انا winscreen1.inshalize اعمل هن اخفاء تمام يختفين هذول الثنتين وباجي من عندهن بحكيله لما اضغط على الزر 2 مثلا هاي طريقة من الطرق بس علشان برضو نراجع الvisable في كثير طرق مفتوحة انت وخيالك طيب .visable يظهر هاي true وهذه true طبعا ممكن انك تشعبها اذا كانت هذه القيمة صحيحة تظهر هاي تمام اذا كانت القيمة اللي دخلها المستخدم هون صحيحة تيجي على F تظهر هذا ويسمح لي اغير القيمة برضو يعني عادي بس انا ما بدش اعقدكم كثير لانه قاعدين متضرب كمان مرة طيب when button to do to click اظهر له هذول القيمتين الان منيجي منيحكيله اوليش اظهر له هذول القيمتين ثانيش تساوي القيمة المخزنة خينيكون نفترضون هاي قواعد البيانات هاي متغير القيمة الباسويرد الموجودة في قواعد البيانات معناته منيجي من كله F القيمة اللي موجودة في الباسويرد to تساوي القيمة المخزنة في قواعد البيانات وبعدين منيجي من كله sit visible مثلا يعني هاي طريقة ثانية sit باسوير text to visible اظهر لي تمام وبعدين مثلا خلينا نضيف كمان زر هنا كمان button وهذا البتون باج بقول لما اضغط على البتون الثري تعقدت شوي صاح باش مشكلة لما اضغط على البتون الثري شو يعمل بما انه التكست بوكس تو قد ظهرت معناته المستخدم بقدر ضيف في التكست بوكس تو تبعت الباسورد قيم جديدي فمعناته باج بقول القيم الجديدي اللي دخلها المستخدم في التكست بوكس تو او ثري هات اعطيني اياها وخزن لي اياها في المتغير هاي خزنها في المتغير وبعدين شو بدي اعمل كمان بعدين بدي ارجع مثل ما كون اتقبل طب كيف يعني مثل ما كون اتقبل مثل ما وباسورد ثري مخفيات واذا بدكم هذول يكون مخفيات برجع عادي فمعناته ست باسورد ثو وباسورد ثري فولس هاي فولس وهاي وهاي ست دابلي كيت برضو هذي تو فولس طب خلينا نشوف شغلنا صح ولا لأ خلينا مثلا هذي منضغط على هذا هذا الزر طبعا هذا الزر تكست بوكس ثري خليه بالاصل يكون مش ظاهر ان فيزابل علشان هذا بخص اعادة التسمية وباجي بحكيله ست باسورد ثري وست بوتون ثري دوت فيزابل خلي ترو ويلا تعالوا نجرب الآن هذي تغيير كلمة المرور تمام كلمة المرور واحد اثنين ثلاث اربعة شوف شو صار عندي ظهر الاصل انه البوتون ثري والباسورد ثري ظهر طيب ما فيش مشكلة هذا البوتون بوتون ثري ست بوتون ثري لأ احنا هنا لازم نضيف الباسورد بالأول علشان يظهر واحد اثنين ثلاث اربعة علشان واحد اثنين ثلاث اربعة وبعدين منكبس هون winbutton.2 دوت click تمام لازم نكبس الباسورد هون واحد اثنين ثلاث اربعة تمام وبعدين نضغط على البوتون ثو لازم يظهر لما اضغط على البوتون ثري ويجي البوتون ثور الآن في البوتون فور واحد اثنين ثلاث اربعة خمس ستة هذا الباسورد الجديد وبعدين منيجي منكبس على الزر بوتون ثري شو الزر بوتون ثري بيخزن للباسورد الجديد وبيخفي لكل اشي وخلي مثلا بوتون ثري برضو يخفي معاهن false تمام منيجي هيك ملاحظين اختفى كل اشي طيب خلي نجرب الآن واحد اثنين ثلاث اربعة بدخل عن النظام ولا لا ما بدخل اعطاني ارور طيب لو كلنا خمسة ستة بدخل عن النظام بدخل عن النظام عقدكم كثير يعني حتى انا بلحظة من اللحظات هيك توهيت في الشغل اللي انا اشتغلته بس معلش انتو فهمين الخطوات وانا الفكرة بس انه منا نحكي عن هذه الادا الجميلة جدا واللي بتلزمنا رح تلزمنا مش بتلزمنا رح تلزمنا في تطبيقاتنا اللي عند هون بحكي اللهم علمنا ما ينفعونا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علمه والله يعطيكم الف عافية